بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في منصة التكامل الإنسانية مع أحد مشاريع المنصة الدبلوم الخيري الأول مع المادة الرابعة تجارب ومؤسسات خيرية وإنسانية في المحور الأول أين نحن يقدمه فضيلة الدكتور هاني عبدالجواد البنة حاصل على شهادة الدكتورات من كلية الطب جامعة بيرمينجهام في بريطانيا حائز على الدكتورات الفخرية من جامعة بيرمينجهام مؤسس الإغاثة الإسلامية أكبر منظمة إسلامية في الغرب مؤسس منتبأ العمل الإنساني العالمي تفضل مأجوراً مشكوراً يا ربك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أشكركم عن الاستضافة اليوم كلامي مش هيكون كلام تقليدي كما هو المعتاد قد يكون فيه كلام الناس مش معتدا قد يستغربوا بعض الشباب والشبات لكن لابد أن أتكلم فيه وأنا بتحدث من خلال مسيرة قرابة أربعين سنة وهدفي أنكم ما تبدأوش هذه المسيرة حيث بدأنا منذ أربعين سنة ولكن حيث انتهينا وانتهى بنا المطاف فلذلك بعض الكلام اللي أنا حتكلم فيه هيكون كلام تقليدي قليل والبعض الآخر هيكون كلام جديد على السامعين في مسارات مختلفة فأرجو منكم الصبر لأن احنا هنا مش بنتكلم عن كتب أو كلام بيقولوا بعض المستشارين محطوطين في عروض شرائحية ولكننا بنتكلم عن رؤية للعمل ككل كمدخل يعني النهاردة بنتكلم عن مدخل بعد كده في المحاضرة القادمة هنتكلم عن أشياء تانية في المحاضرة اللي بعدها أشياء تلتة ومحاضرة اللي بعدها أشياء تلتة فإيش دخل الأهرامات والسلالم بالعمل الخيري مين هي حرك الشرائح نعم أنا ما أكره طيب الشرائح التانية دي فكرة ربنا سبحانه وتعالى من بها علي منذ شهور وفي نظري حقيقة يعني العمل المجتمع يا شباب يا شبات هو حقيقة 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 واضحة وراسخة لنا لاست فقط حقيقة لكنها مهنية يعني معناها الذي يمتهن هذا العمل لابد أن يدرك أن هذا العمل هو مهنة وحرفة قائم على إيه العمل ده على معرفة علمية وعلى خبرات مجتمعية يعني العمل الخيري اللي هنتكلم عنه أو نحن من سمية ساعات عمل إنساني أو عمل تنموي أو عمل اجتماعي ما هواش فرقعة كلامية ما هواش مجرد فزعة أو شيء كده اللي هواش بيعمله دون إدراية أو دون إدراك لا هو حقيقة مجتمعية مهنية قائمة على المعرفة العلمية والخبرات المجتمعية ده مدخل الفكرة بتاعة محاضرة اليوم ما هي هذه الفكرة وإيه أهرام والسلالم دي يمكننا صغيرين كنت للناس اللي في سني أنا طبعا أنت كلكم الشباب بسم الله ما شاء الله زي ما أنا شايفكم كده كنا عندنا لعبة اسمها السلم والتعبان كنا بنلعبها كده وحنا صغيرين في بورد كده فلسفة الفكرة بتاعتنا بتقع في إن الشباب اللي زيكم أنتم وأنا بأركز عليكم مش مئة في المئة مليون في المئة يحتاجوا دايما أنهم يفكروا خارج الصندوق يفكروا خارج الصندوق ويتخلصوا من كثير من الفكر النمطي التقليدي لابد خلاص إذا كنت واحد زي حالاتي أنا من قرابة 37 38 39 سنة بدأت بالطريقة التقليدية فأنتوا تنتهوا أو تبدأوا من حيث انتهى الآخرين واتباع مبدأ التفكير التجريبي يعني نجرب نجرب جديد ونطبق التجربات دي على المجتمع تجارب تطبيقية تجعلنا نتقدم بالمجتمع تجارب تطبيقية تجعلنا نتقدم بالمجتمع تجارب تطبيقية خلاقة يعني معناها فيها إبداع تشمل كل خلق داخل المجتمع سيكون فيه كمة خلائقية اللي موجودة في الآخر دي وعارفين فيه في جلاسجو مؤتمر اسم مؤتمر التغير المناخي التغير المناخي يدل على أن الإنسان لا يحترم كافة الخلائق اللي موجودة حواليه إذا ربنا خلق أهاله عشان تخدمه يبقى الخروج من الصندوق واتباع مبدأ التفكير التجريبي التطبيقي التقدمي اللي بتخدم المجتمعات الخلاق يعني هو إيه في إبداع الذي يشمل ويتستفيد منه كافة الخلائق صبروا معايا لأنا مش بكلم كلام بتاع المستشارين ويصبح المنهج بتاعنا قائم على خمس قواعد خمس قواعد أنا دولة بكلمكم يا شباب لأن أنا بحبكم أنا معرفش أنتم مين أصلا كم واحد موجود أعماركم كل هذه الأشياء التي يهمني يهمني أن إحنا أنتم متعملوش الأخطاء اللي احنا عملناها من ثلاثين سنة القاعدة الأولى هي القاعدة التجريبية العملية حذاري أنكم تخافوا تعملوا تجارب عملية علشان تنتقلوا بالمجتمع من مرحلة ألف لبه اللي يجيب لداد وإن كانت التجربة توجد في معامل صغيرة فنطبقها على المجتمع المدني فيما بعد يعني قاعدة التجريبية العملية ثم قاعدة التطبيقية المدنية يعني مع كافة مكونات المجتمعية حينما يقول كلمة مدنية تشمل كل مخلوق داخل المجتمع يتصدرها الإنسان ثم كافة الخلايا في الأخرى والقاعدة التقدمية يعني أنا مش بعمل التجارب دي وبعمل التطبيقية التطبيق المدني المجتمع ده علشان أخلي المجتمع وقف مكاني لا لابد المجتمع أن نتقدم به ووظيفتنا إحنا يا شباب أن ننتقل بالمجتمع من مرحلة لمرحلة 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 النمو والكمال القاعدة الرابعة قاعدة الخلاقة لإبداعين لابد نكون مبدعين لابد نكون مبدعين ونؤمن أننا أهل الإبداع ولابد نكون محفزين لمن حولنا كل هذه الأشياء لابد نتتأصل داخل أفئدتنا قبل أن نتعرض للعمل المجتمعي اللي هو في عمل إنساني أو تموي أو عمل مجتمعي نفسه في الأعمال الخيرية كلها والقاعدة الخمسة هي القاعدة الخلاقية لابد إحنا بنتكلم عن مجتمع نشوف ما هي المكونات المجتمعية اللي موجودة فيه من خلاق مختلفة من جبال ومياه وصحروات وبرك وحيوانات وطيور وحشرات يعني أنا في يوم من الأيام كنت تبديم حضرة في القاهرة فبعد صلاة الجمعة وانريح للشباب دول كان يكون لهم تقريبا لطفاراميدك يعني هم إيه اللي هم المساعدين للأطباء فأنا خارج من الجامعة كانت بجامعة رابع العدوية أكيد اسمعتوا الجامعة ده مشهور جدا لقيت وحب يبيع لوف اللوف اللي احنا ما بنستحمى بيها دي فخدت لوفتين خدت لوفتين معايا فطبعا كان معايا زميلي قال لي إيه اللوف اللي انت ياخد معاك ده صلت له هتعرف بعدين ودخلت في المحاضرة بتاعتي أول واش العمل وبدل ما حطي اسمي على صدري مفيت الرباب بتاع الاسم حطيت اللي هو الدبوس بتاعها في اللوفة وكانت اللوفة ايه من دلدلة كده على صدري فطبعا كل عاديين كانوا مستغربين إيه اللوفة دي إيه اللي فدي إيه اللوفة دي إيه اللي في الآخر بعد البرش العمل المقربة تنتهي سألتهم إلا أنا عشان أنت عندك مش عارف إيه وكذا 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 إيه لأخير فأنا كان رؤيته فيها أن اللوفة دي هي مكون مجتمعي لابد أن يحترم مكون مجتمعي خلقه الله سبحانه وتعالى لأنه ليه فايدة فنحافظ على عدم انقراض يبقى قواعد بتاعتنا الخامسة تجريبية العملية تطبيقية المدنية المجتمعية التقدمية التغييرية اللي بتغير المجتمع إلى الأمام هذه اللي فيها المخاطرة الخلاقة الإبداعية اللي بتحفز المجتمع والأجيال بعدنا وبعد كده هو اللي هو تواجد أو معرفة اللي هو كافة الخلائق اللي موجودة عندنا في المجتمع قواعد دي بتمثر الفكر ببناء الأهرمات اللي احنا هنتكلم عنها فكريا وفلسفيا وعمليا في سبع أهرمات شوفتنا مش نقال لكم يعني أنا بس نقال لكم ايه أنا مش حكلم الكلام اللي انتو عارفينه يعني نعيب علي اننا ما جبلكوش حاجة جديدة أول حاجة في الأهرمات البنائية دي في هرم عاطفي انفعالي بعدين هرم مجتمعي تراحمي بعدين أو تلاحمي وهرم فلسفي فكري وهرم الطموحات الاستشرافية وهرم المجرات والعلوم الأخرى ده كل داخل المجتمع بنبنيها أو بنتسلقها وهرم العلم اللي دني وهرم علم الكشفات والفتوحات الربانية وبعدين بعدك ده هو في تتوالي الأهرمات وفي داخل الأكوان المطلمات الأطراف سريحة اللي بعدها هم دول الأهرم السبعة الأهرمات السبعة ايه هو الهرم العاطفي ده الانفعالي ده هو أول أهرمات مش هنسمينا المحاضرة أهرمات وسلالم احنا كلنا شطرين جدا أو بارعين جدا أو مبدعين جدا حينما تصاب الأمة أو المجتمع بكارثة بفيضان بحروب بنزوح بالفزعة فكلنا بنفزع ونهرع لنبنة الملوف اللي هو يكون الهرم الأولاني والأسف توقفنا عند هذا الهرم ما بد أن ننتقل من هذا الهرم الانفعالي العاطفي اللي هو مبني على الفزعة اللي بتعايز أكل وشرب وسكن وجزم ولباس وسحة إلى آخر إلى الهرم المجتمعي اللي هو التلاحمي يعني ايه هرم مجتمع التلاحمي ده ايه مرحلة اللي ما بعد الهرم العاطفي اللي احنا متقصلين أو متجدرين في العمل فيه ونكحين جدا فيه ومش عاديين نسيبه تعرفوا ليه يا شباب لأنه بدينا مال كتير سهل التعامل معه سهل الفزعة الفزعة سهلة جدا الخضة سهلة جدا الحملة للشتاء وللبرد وللتلج وللأكل وللغذاء وللمجاعة ولكذا سهلة جدا لغتصاب النساء والبنات سهلة جدا لكن هرم اللي بعدين اللي هو كيف يبنى المجتمع من أسفل وكيف نربط أجزاء المجتمع المختلفة من الأسفل وكيف نبني النسيج المجتمعي من الأسفل لكي تستقر المجتمعات وتبنى فوقها الدول ومن ثم الحضرات فيما بعد ولهما لما الأول احنا كلنا بننجز فيه إنجاز غير عادي لأنه ببنى على عاطفة والناس تعطي ليه الفلوس اللي هرم التاني أصعب شوية اللي هو بيبنى على بناء وتربيت وتشبيك المجتمع من الأسفل اللي كي تتماسك كافة أطراف المجتمعات الداخلية والخارجية بعضها البعض وإحنا ضعاف جدا في الهرم التاني الهرم التالي حينما تستقر الدول ننتقل من الهرم الانفعالي الهرم التلاحومي اللي هو نمتنين الهرم الفلسفي ليه؟ لأن ما فيش فكر جديد وثقافة جديدة ورؤى جديدة ستبرزها الجمعيات والأفراد إن لم تكن الدولة مستقرة وفيها مساحة من الحريات متوفرة لأبناء هذه الشعوب فإن كانت المساحة متوفرة لأبناء هذه الشعوب سنستطيع أن ننتقل من الهرم الانفعالي اللي هو الفزعة إلى ابناء المجتمع من أسفل إلى الفكر أنا أتكلم عن الفكر نحن نريد أن نصنع فكرا يا شباب لا أن نستورد فكرة من الآخرين نحن نريد أن نصنع فلسفة لأن نتبع الفلسفات التي يرسلها لها من الآخرين نحن نريد أن نبني ثقافة لا نريد أن نرتمي في ثقافات الآخرين فلابد أن تكون مجتمعاتنا مستقرة وفيها مساحة الحريات المتواجدة دي بل الهرم الثالث الهرم الثالث الرابع في زل الدولة المستقلة واللي هي فيها حرية مساحة الحريات في تموح خلاص أنا عملت جمعية الجمعية عملت كذا الجمعية دي مفروض بنتنتقل من العمل الخيري إلى العمل البحثي إلى العمل اللي هو والأدفوكسي للمناصرة إلى العمل الشراكات إلى البناءات دي كلها في تموحات لأنني كنت بشتغل على مستوى الحي وأصبحت دولة عشرة القرية والمدينة والمحافظة سمعة سنوى الوطن إلى آخر عندي تموح طول منها عشتغل في دولة قوية مستقرة تعديدي مساحة الحرديات تبقى منتقى الهرم الرابع أما الهرم الخامس والهرم الرابع تاني أرجع له التموح أن أنا بخرج من المجتمع أنا ده مثلا لنفرض أننا نتكلم عن المجتمع في وقت مستقرة في تركيا مثلا أو في مصر مثلا أو في باكستان مثلا أو في المغرب أو في الجزائر دي دول مستقرة ما باشي اللي هي الحصن في سوريا أو في اليمن أو في الصومان إلى آخر أو في ماليزيا مثلا بنتقل لمجتمعات المجاورة اللي هو التموح أنا التموح بقى بعد ما اشتغلت في وطني أن أنا أخرج للوطن المجاور وروح مجتمعات تانية وده اللي بتعمله المؤسسات الدولية اللي تبدأ في بريطانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو هولندا تستقرب بقى الأمور اللي تنتقل للدول المجاورة أو القرات الأخرى ده الهارم يطمعوا بعد أنهم يعلموا مهنية فكرة العمل الإنساني العمل الخيري العمل الاجتماعي العمل التموي ينتقلوا بفكرهم وفلسفاتهم وقيمهم إلى المجاورة أو القرات المجاورة ده الهارم الرابع الهارم الخامس لما وجود في الدول العظمة ده ما احنا شايفنا بنتقلوا من الكوكب الأرضي إلى الكواكب الأخرى زي ما احنا شايف من دول المستقرة وعندها برامج فضائية إلى آخر الهارم اللدني ده العلم اللدني ده بيعطي ربنا مين للمؤمنين به من أمثالكم لما يستحقوا النوم يعطوا هذا العلم اللدني ثم بعد كده الهارم السابع اللي بيكون فيه فتحات وكشفات ربانية لمن هم على شاكلتكم المعدلة هنا في السابع أهرمات يا أخواننا في حاجتين أو يا أخواتنا في حاجتين الأول إن احنا ارتكننا إلى العاطفة فقط وقفنا تسمرنا لنا بيجيب فلوس تديني حيثية وتجعلنا عندنا مكانة مجتمعية إحنا اللي عملنا كذا إحنا اللي أنقذنا كذا إحنا اللي ودينا الفلوء المياه اللي هو برنامج الحاكم المدرسية الداعية اللي كذا اللي كذا اللي كذا لكن ما بنعرفش نشتغل مع المجتمع كتلاحمات مجتمعية وبالتالي مش بقدرين نطلع للست المعظمات الأهرام الأخرى كل الكلام أنا بتكلم فيه ده كلام جديد علينا شخصين عشان كذا تقول أننا بقى أجاهد عشان أوصل للفكرة لأن العمل الخيري والعمل المجتمعي هو مش عمل تقليدي ده عمل بيتعامل مع حياة كل كائن حي داخل المجتمع مع التغيرات الآنية اللي بالثانية وبالدقيقة وكذا داخل المجتمع فذلك أنا بقى أركز على الرؤية الكبيرة لكيف نرى المجتمع من الداخل ومن خالد في 11 سلمة حنطلعها عشان نركب الأهرام عندي أول سلمة الحرية زي ما قلت في الأول اللي هي مساحة الحريات المدنية التي توفرها الدولة للمواطن لو ما فيش حريات مدنية لن 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 ننتقل من الهرم الأول على الإطلاق صعوبة الانتقام من هذا الهرم الأول حكتين عدم موجود حريات مدنية دين المراحد وأن عقلية القائمين على الأعمال اللي هي على الجمعيات في ناس تقلدين مش عادييني خلاص احنا عاديين خمس ستة عشر مش هيكل سنة اللي هو الحقيمة المدرسية مش عادي الأرملة واليتيم إلا العيد الأطحى الزكاة رمضان كذا عارفينها خلاص مش عاديين نخرجوا ما نجدع بقى بأن المجتمع ده مستقر وفي حرية أو لا على عقلية القائمين على الجمعيات زائد الحرية المتاحة للمجتمع المواطنين دين المرة واحد عشان نطلع استلالم دي ونبني السبع أهرمات دين المرة اتنين ايماننا ايماننا بمين أول حاجة ايماننا بأننا عندنا رسالة ايماننا بآلهنا بإلهنا بخالقنا بقيامنا بأخلاقيتنا بعاقيدتنا بثقافتنا بتاريخنا الأخير نمنا واحد المتاحة ان ايماننا بالمجتمع نفسه واماننا ان احنا خدام لهذا المجتمع حزاري ان حد مننا يستعلي بنفسه على مال هو مال المخدوم مش مال الخادم المخدوم من النازحين والفقراء والمساكين والنجيين هم أصحاب المال وأنت وأنت أيها الخادمة وأنا أيها الخادم ما إنه إلا أجراء لدى الفقراء ده الإيمان إيمان بالمجتمع والإيمان بحاجة الفقير والرسالة اللي أنا عايز أقدمها للفقير لما تأتي في التسلق السلالم دي إنه نبني مؤسسات مجتمع مدني قوية لازم إحنا في عصر المؤسسات عصر عنتل وعبلة وعصر هرقل والحاج دي خلاص انتهت مؤسسة لا تكون قائمة على فرد زي أنا كل واحد فينا يكون ندور في بناء المؤسسة وانتهى دوره فيأتي من بعده ما فيش أمناء للأبد ما فيش مؤسسين للأبد ما فيش قيادة للأبد لو كنا احنا بننتقد زعماء سياسيين فلنتقد أنفسنا كذلك لأن في ناس قاعدين في الجماعيات بنا مع 20-30 سنة مش عايز نتحرك دي القائمة السلمة الثالثة السلمة الرابعة التعلم والتعليم وطلب العلم دايما أوقع تفتكر أن العمل الخيري والعمل الاجتماعي والعمل الإنساني والعمل التنموي هو مجرد فزعة لا دي علوم الناس بيحصلوا فيه على سلط دكتوراه ومجستير وما فيه أبحاث وأبحاث بتغير مسارات الدول الأخلاقيات ما فيش أي عمل إلا ولابد أن يكون له أخلاق العمل بدون أخلاق لن يستمر نحتمى دي بعض الأشياء اللي هي من الأخلاق اللي هننا نتكلم عنها أول شيء في هذه الأخلاقيات هو الاعتراف بأن صاحب هذا المال هو الطفل اللي عايش في الخيمة النازح أو اللاجئ والأرملة اللي يتصابها الناس هو كذا وهما تقول دي أول دي أول خلق من أخلاق العاملين داخل هذه المنظومة نعرف أن نحن ها أجراء وأقولها مرة واثنين وخمسة وعشرة لمن أراد أن يسمع أو من لم يسمع ها يريد أن يسمع أن نحن نتكلم عن أخلاقيات بتاعة المهنة الشريحة اللي بعدها حراك المجتمعي يعني يعني المعلومة اللي عندي مش بتاعتي أنا عندي جمعية لابد أن أعود مع جمعات تانية وشوف المعلومات اللي عندي جمعات تانية أو أنت نتشارك التواصل والتعارف والتشابك وبناء الجسور المال اللي عندي مش بنام مش مالي دي مال للمجتمع فإذا كنت أنا عايز أعمل مشروع في مكان ما أتشارك مع جمعية أخرى لنفع هنخش قرية من القرى عايزنا نعمل فيها مشروع للمية مشروع صحي سوق مركزي مدرسة وليه المتنية بتاعته عشر مليون دولار فكل واحد فينا يخش يقوم بالجزء من عشر مليون دولار فكلنا نعمل مشروع بعشر أو عشرين مليون دولار ده بيعمل حراك مجتمعي ما فيش سلطوية ما فيش يعني استحواز ده الحراكة المجتمعي ليه لأن احنا اتكلمنا من قبل وقلنا ان المجتمع مجموعة من الحيوات الحيوات المتجددة الديناميكية التي تتغير مطلباتها بكل دقيقة وكل ثانية كل ساعة وكل يوم السلمة السابعة هي الثقافة والتاريخ والفكر ازاي هاشتغل انا في وسلم المجتمع وانا معرفش ثقافته ولا تاريخ ولا فكر ازاي زي حنزل الصحراء ما عرفش البدو اللي هناك والقبائل واسميها قبائل الاخير الاخير ازاي زي حنزل افغانستان ما عرفش كل منطقة ازاي فيها قبائل او العائلات او العائلات ازاي الدين بتاعهم ازاي وهكذا دي السلمة السبعة السلمة التمنى بناء مؤسسات مجتمع المدينة قلتها قبل كده هو قولها مرة ثانية وثالثة وربعة وخمسة والمطالبة ببناء مؤسسات الدولة المستقلة عن الحكومة اغلب المؤسسات الدولة الموجودة في كثير من الدولة العربية والاسلامية هي في قبضة الحكومة وده خطر جدا وصلت الدولة تكون مراقبة لأداء الحكومة السلمة التسعة بناء الشخصية لابد نحن نبني جيل جديد انا دلوقتي بلغت من عمري ايه عاتيا مش كده معنا الآية خلاص ما نفعش لانا كنت بعملهم من ثلاثين سنة وخمسة وعشرين سنة وعشرين ما نفعش اقوم به لذلك انا عندي مشروعي حاليا اللي هو بناء قيادات المستقبل من الشباب زيكم خلاص لابد نسلم الرأي ما نفعش اذا كنت انا عيشت سبعين سنة قبل كده عيشت سبعين سنة تانية خلاص المعمرين المقويين دول انتهى عصرهم فلابد واحنا عايشين في مؤسساتنا ان احنا نبني الشخصية الخلاقة الخلاقية خلاقة يعني مبدعة خلاقية لا تؤمن بان في المجتمع ده خلق كثير من خلق خلاص محطة لابد ان تحافظ عليه من خلال تنفيذ مشاريعها وبرامجها نبني العشرة وده مهمة جدا 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 العلم والمعرفة اللي عندي زي ما انا قلت هو مش ملكي انا شخصيا كفرت ومش ملكي جمعياتي لكن هو ملكي المجتمع فنبتدي ننقله الجمعيات الاخرى ونعرف بالمجتمعات علشان يتكامل قد يكون هناك مبدع من الناس في مجتمع اخر بدور على معلومة عندي انا فحينما اتكامل معه او معها في نقل هذه المعلومة نستطيع نعمل النقلة النوعية لتقدم هذا المجتمع وبناء هذا المجتمع نمر 15 التقول دي مش التحول اسمها التقول اخت هاجر ناسف على النساء نحط النقطة زي ما انا قلت قبل كده لازم اخرج من مجتمعي انا اللي انا عايش فيه اشوف كافة المجتمعات اللي عندي في وطني ثم اخرج من وطني الى العالمية او الاقليمية والعالمية وانقل المعرفة اللي عندي اعلم الناس ازاي انا انزل افريقيا واللي اعلم يعني مثلا اللي بيعوضني عن عدم قدرتي على زي بلد زي سوريا او فلسطيني هو اتصال الشباب او اليمن عشان اتصال الشباب بيا كل يوم والتاني بتعلم منهم وبنقلهم اللي عندي وفعلا انا استفدت كتير جدا 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 من شباب ما زالوا طلبة في الجامعات اتصالوا في اليمن او في لبنان او في سوريا الى اخر طبعا نظر اللي هما الايه السلالم اللي هكت عنهم قبل كده بس بعطهم مرة اخرى للتذكرة يعني يبقى احنا تكلمنا عن سبع اهرامات احنا منعدي عشان نتسلقها او نعتليها من خلال 11 سلمة عندنا نسأل نفسنا سؤال مهم جدا ليه نحنا كافراد في الامة العربية في الامة الاسلامية في العالم كله نقول ايه اين نحن السبع اهرامات دول لو انت اخي الفاضل ترجع سورة اهرامات دي بس ايه لا اهرامات لا 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 احنا هنا سيبين احنا فين بقى يا شباب احنا في الهرم الاول في الهرم الاول الاسف لم نستطع الى الان الكثير مننا انه يعتلي الهرم التاني الهرم البناء المجتمعي من القاعدة الى القمة حتى يصل الهرم التالت والرابع والخامس والسادس والسابع ليه لان احنا تقليديين من جهة وفي نفس الوقت قد يكون في بعض الدول اللي نتكلم عنها ان مساحة الحريات المدنية قد تكون منعدمة او غير موجودة من جهة اخر بس برضك لابد ان نحاس بانفسنا ان احنا تقليديين بنصدق ان احنا نجيب الفلوس والنمع عليها نمع المخدر بتاعت فاحنا مازلنا في ما بين الهرم الاول والهرم التاني فالجعل يبقى الشريحة التانية اللي بعدها اللي هو السؤال المهم لا اللي قبلها ايو دعا ده السؤال وانا فقالي السلمة انتو عندكم مثلا احنا راشفة السلمة احنا قلنا مش كده احنا مازلنا وقفين عند السلمة الاولية اللي هي سلمة الحريات في كثير من الدول اللي هي نتكلم عنها وكلكوا عارفينها في الغرب لا مش في السلمة الاولية في الغرب وصلوا ليمكن كافة السلالي عشان كنا استطاعوا انهم يخرجوا الى الكواكب الاخرى انا اديكم مثل حصل زمان هارجعني صورة الهرم تاني لو سمحت الهرم 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 اللي قدامك لا لا ما قدامك كان في مقولة قالها عالم كبير جدا اسمه بير بير ميركوري اللي هو وذكته خده جائزة نوبل للسلام عام 1903 راجعنا عادل يعني عالم فيزياء هو قال لقد وصلنا من كتب الحضارة الاسلامية في الاندلس 30 كتاب استطعنا من خلال 30 كتاب دول ان نقسم الظرة الظرة اللي احنا عارفينها اللي هي مفاعلات نووية الى اخر ولو وصلتنا الكتب التي كتبها علماء الاندلس ايام كان في دولة مستقرة وفي حريات استطعت انها تنتقل بالدولة من هرم الانفعال للتلاحم للفلسفي للتموح للسياح الى اخر لكنا نسير بين المجرات في الطرقات عنها ايه ده يا شباب كان ده اللي بيقولوا من اللي هو بير ميركوري يعني لو كنت انت مثلا شقتك موجودة في زحل ممكن تكلم خالتك او عمتك او عمك او صاحبك في عطار تقول له سلام عليكم انا حاجة اشرب عندك كبات شاي بالليل كلام ده مش كلام خرافي وعلمي لا الرجل بيتكلم كلام عقيقي ليه لان ايزابيلا وفردناندو اللي دمروا ورناطا وغيرها بقى قستالة وكل المدن اللي في الاندالس حرقوا كله كتب مئات الالاف كتب العلمية المعرفية كما فعل المغول والتطار لما دخلوا على بغداد ومكاتب بغداد اللي كان فيها اكتب من مئة مكتبة مئة بغداد مئة مكتبة هناك فنرجع نقول ان اللي هو الكلمة اللي قالها بيل ميركور ده مش جزافا لا حقيقة بتلاتين كتاب وصلتهم او في رواحة اخرى تلاتين كتاب استطاعوا انهم يقسموا الظرة فما قالكم لو وصل من العلم والمعرفة والتطبيقات وكذا 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 لكنا نستطيع ان نمشي بين المجرات في الطرقات يعني كنا هعملوا في طرقات بين الكواكب والمجرات رجعنا بقى الاشتراحة بتاعتنا اللي انا كنا فيها طيب ما الحل اذا ده السؤال الصعب تاني لابد ان نبني مسيحة الحرية باي طريقة بدون حرية من نستطيع ان ننتقل من الهرم الاول الهرم الساعة لبعد كده خلاص احنا خلصنا دي لبعد كده برسالتنا بقى لك يا شباب انا معزلة تقلت عليكم شوية في كلام يعني ما هوش مش عارف يعني حت حت حتنقشوا معايا ازاي الله وعلم ربنا يا ربنا يا ربنا يعينكم علي دي اول لا في حاجة فيش ريحة قبلها يا شباب لنعلم وانا على يقين انكم اكثر مني علما ان الحياة وفي الحياة تموحات ولا ولن تستمر لمساعدة حياتنا على ظهر هذه المعاولة بدون تكريس المحاولات لتحقيق تموحاتنا لابد ان اكون طموحا لابد ان اكون طموحا دي نمرة واحدة يا شباب لنعلم ان قليلة الطموح هي العلم ارجع مرة تانية والمعرفة والتجربة والخبرة والرؤية والامل والمحاولة والنجاح او الفشل والاستيعاب وتصحي المغسار مع الصبر والعمل والجد من اصحاب الهمة ما امساكم احنا امت اقرأ اقرأ مش محو امية اقرأ بناء معرفية بناء فكر بناء ثقافة بناء رؤى فلا تموح مع شوائية ابدا ونجاح بلا علم ابدا وتقدم بلا خبرة ابدا ولا انجاز بلا محاولة ابدا وتصحيح بلا اعتراف ابدا ولا رؤية بلا عمل كي نحقق الامل شفتوا يا سباب عليكم انتم ان تكونوا هذا الرجل او هذه المبدعة من النساء والفتيات فنعيشنا يا شباب على اطلال الماضي بها انا اصلا كان عندي الدولة العثمانية والدولة الاندلسية والدولة العباسية والدولة السلجوقية والدولة الايوبية والدولة الفاطمية والدولة الاموية لن نتقدم ابدا من اللي عمل الدولة دي مش انا لأن الفتا من قال كان ابي ولكن الفتا من قال ها انا ذا اللي عمل الدولة دي مش انا انا اعملت ايه في المجتمع ده السؤال الكبير اللي احنا نسأل انفسنا لماذا لأنهم الذين يعيشون لو هنسأل لو كانوا هؤلاء الناس اللي في الدولة العباسية او العثمانية او كذا وكذا كانوا موجودين دلوقتي ما كانوش عملوا اللي احنا بنعمله ما كانوش قاعدوا وراكنوا كانوا غيروا المصارات بتاع واقعنا القليل كانهم جيل تغيير جيل بناء جيل رؤية جيل تقدم جيل ابداع جيل معرفة جيل علم مش جيل كلام مش جيل فرقعات كلمية مش جيل لايكس وتيك توك وفيسبوك لا لا كان يمشي الشاب من امثالكم من الاندلس لبغداد عشان نروح يقابل امام ابو حنيفة والامام ابن حنبل عشان ياخد منه معلومة قليلة الناس من الشرق المعمورة للاندلس عشان يتعلموا الطب والهندسة والفلك والفنون والاداب والاشعار الاخر ونعيش ندخل منزومة فقيقعة الندم والحصر ياخسار فسوف تأخذنا هذه الفقيقعة الى فقاعة التي الكبرى والتي اندسر بداخلها العديد من ابناء الاحلام والامال والروح النسبة عشان ايكو انا من له بلونة كده عايز فيها العجز عن تحويل احلامهم الى افعال وانجازات وارقام كانت سوف تكلفهم الغالي والثمين في ظل العصر اللي احنا عايشين في ده التعذيب والاعتقال والتشريد والتهجير والتصفية الجسدية داخل غاية بالسهولة فلذلك لابد كل منا يضع بصمته ان شاء الله تكون البصمة دي على مستوى شارع في حارة او شارع في عطفة الى اخيرة رجع لقبلها طيب خلاص اللي بعدها لنعلم ايها الاحباب ان الدنيا لا تطلب بالامان يا اي انا لا مفيش حاجة اسمها اماني ولا تلهث وراء انا كنوزها بالتصور ابدا ولا تفتح علينا ابواب العز والسلطان بالسمر يا السلام اكون انا مثلا واخلي حزبتين قات كده واقعد اضرب لي اتنين بانجو او سجارة ملفوفة باي حاجة ومخمخ كده وقول يا السلام لك ان احنا كذا لا ابدا 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 ولن تؤذلنا الملائكة وترضى عنا فيها الخلاق خلاف الملائكة الا اذا عملنا التالي العمل العمل الجدي والاخلاص والتجرد والتواضع والبذل والتضحية والعطاء والعفاف والمحولة والاسرار والذي ثوف وتشعر بيك الملائكة وكافة الخلاق كنتنا عندي محاضرة زمان في بعض المقولات اللي كان بيتكلم فيها سيدنا سليمان عن منطق الطير زي كان بينتقدوا بني البشر من امثلنا قال المستقيم مننا الخلاق الاخرى عارف احنا بنعمل ايه وعارف ازاي احنا بندمر الكوكب الارض وعارف احنا ازاي ادخلوا مساكنكم لا احتمالناكم سليمان واجنود نملة بتتكلم كده الهدود بيتكلم كل الطير بتتكلم عننا والاسرار والذي سوف تشعر بيه الملائكة والخلاق من قوة واعداد نبضات قلبك ليه لانه من حرصك الشديد يا اختي ومن حرصك الشديد يا اخي قلبك بيدق دقات قلب المرء قائلة له او لها ان الحياة دقائق وثواني فيسيرونا مين اللي حيث حولنا بها الملائكة والخلاق الاخرى مؤيدين لنا هم دفعين عنا عن نجاح مسئلاتنا المجتمعية وليس يحلم برؤيتها كافة الخلاق العمل في المجتمع مش مجرد كتاب ارينا او مشروع عملناه او برنامج هننفذه العمل في المجتمع هو تكامل معا رؤيتك كيف ترى معيشة كافة الخلاق داخل المجتمع بتاعك وانت تعمل من اجل اصلاح مثل هذه من تعمل من اجل اسعاد كافة هذه الخلاق بعد كده نتنقل بين المجرات اللي تكلم عنها بير ميركور الافلاك والنجوم والكواكب والنجوم ومعرفة هندسيات الاسرار بناء هذا الكون الفسيح لن يعطيها الله إلا إلا لمن مش هديها بسلا ان واحد بيكون كلامه حلو كده ألحم في القول لا سيعطيها لمن كان الأخلص في العمل الأكثر حرصا فلذلك كونوا مخلصين في العمل أخلص حرصا على التضحية والقادم على منظومة تدافع الإجابة المحقيقة للطاول المجتمعي بالعلم والمعرفة والتطبيق التجريبي والإيمان الإيمان بإيه بقى ربنا مش هديها اللي بتكلم وكلام حلو في ناس بيننا يعني 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 بارعين في معسول الكلام ده مش هيمشي عند ربنا سبحانه وطرح بل الإيمان الإيمان بإيه بأن الحياة أركان لابد أن نبنيها لماذا بإسعاد الأحياء داخل هذه الأركان أن الحياة مسيرات لابد أن نسلم فيها زمامات الأمور لمن الأجيال تأتي بعدنا أن الحياة مدلولات لابد من اكتشاف كينونة تطبيقتها المعرفية من أجل مصلحة المجتمع أن الحياة دورات ترفع فيها الأنقياء المخلصين العاملين وتقصف بداخلها المنافقين زي ما نشايفين هم دلوقتي في كل مكان نطغاء والفاسدين ولو بعد حين والحين دا قد يكون سنة عشر سنين عشر سنين عشر سنين خمسين سنة أو إلى آخر سريح اللي بعد كده إن الحياة عجائب أيضا لا بد نعرف كده ويجزء لا يتجزأ من عجائب الجنة أو الجنان هاتي خضقها الله المتقين من عباده من أمثالكم التي كلما اكتشفنا فيها عجيبة قادتنا إلى عجائب أخرى حتى يارس الله سبحانه وتعالى الحياة وما فيها وما فيها وما عليها فأرينا فيما بعد عجائب أخرى أعدها لمن أحبهم من عبادية المخلصية إن الحياة التي نعيشها يا شباب منظومة مركبة معقدة من التداخلات الهندسية المتجانسة والتي تسبح في محيطات أجواء وأعماق بحراء كافة الخلائق التي نعرفها والتي نعرفها وفق هذا النظام المبج البديع والتي وضعه خالق الحياة التي نعيش بالداخل شايفيني يا شباب إما أن يكون بالحياة إزاي حياة مش لعبة حياة مش موت وفقر وغيرنا لا حياة أكتر من كده كذلك فندرك أيها الشباب وأنتم الأعلم إن شاء الله بل ندرككم للأجياء القادمة هو أدارة شؤون الحياة ليس وفق نظرياتنا نتخيالها بل وفق محاولتنا الدائمة نكتشاف نظم الحياة التي وضعها خالق الحياة وصاحب هذه النظم التي وضعها لدمان استمرارية مسيحة الحياة داخل مسارات الهندسية التي حددها لها وهذا يرجعنا مرة أخرى إلى أمرين مهمين تفضل الأمر الأول هو الإيمان بأن الحياة والأكوان خالق خالق الإلحاد والحاجات التي يقول لها مهما قالوا تركوهم ماذا دعا وقالكم معهم خالق شر علىها القوانين والنظم التي عجزة وسيعجز عنك سفها العلم والعلماء ولو كان بعضهم من بعض مزيرة وهذا ما نسميه من العلوم اللدنية التي لعلمها إلا الله كما كانت في قصة الخضر وسيدنا موسى عليه وسلم والسلام تريعا والتعلم والتعليم ودي قاعدة أسية مهمة جدا 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 والمعرفة الطبيقية التجريبية وتدل على أن أول آية القرآن كانت تباية بكلمة إقرأ الكثير جدا من الناس أصل رسول صلى الله عليه وسلم كان أمي ما كانش بيقول لا قلمة إقرأ دي معرفة فلسفية فكرية معرفية ثقافية مجتمعية موسوعة علمية الخوض في أعماق وأوار المعرفيات العلمية المعرفيات العلمية قائمة على كذا على التعلم البحثي مهم جدا وأغلب أنا أقول لكم وأنا تعبان أغلب جمعياتنا ومؤسساتنا لا تهتم بالبحث على الإطلاق تعلم البحثي والحرص على حقائق المجردات ممكن نصرف مليون واثنين وخمسة وعشرة في حملة عشان نجمع فلوس لكن مش ممكن بنسرف عشرة تلاف دولار أو جنيه في عمل البحث أو تدريب أول دي حاجة تعلم البحثي تعلم التطبيقي لابد نجرب ونطبق على المجتمعات ونعمل الشراكة بيننا والمجتمعات عشان التطبيق بتعلم متكامل تعلم من الآخرين سواء الآخرين دول من أبناء مجتمعاتنا أو الآخرين يكون تعلم منهم قام على التواضع والتواصل في العلوية والدونية نقل العلم والمعرفة الأجيال القائمة على بناء قيادات المستقبل وهنا أنا بركز 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 بناء قيادات المستقبل جعل ميزان إدارة شؤون حياة المجتمعات هو بقى الميزان الحرية العدل المساواة الإخاء القائمين على الإيمان بالمحافظة على كافة مقدرات المجتمعات وسلامة أرواح كافة المكونات الخلائقية داخل هذه المجتمعات وده بيتعارض مع الأتر والنظم بتاعت اللي هو التغير المناخ معتمرات اللي هي في الغالب تبقى نتيجتها زيرو أو الأقرب إلى الزير بعد كده فعلينا يا أحبتنا أن نسير داخل هذه المسيرة إن شاء الله نمشي فيها خطوة واحدة إن شاء الله نرسم فيها الخط الأول إن شاء الله نكتب فيها حرف واحد علينا أن نسير داخل هذه المسيرة أن نخطف فيها الخطوة الأولى أن نرسم بداخلها الخط الأول لأركان مسيراتنا البديعة أن نكتب لها بجديات معرفياتها الموسوعية ونوفر من أجلها كافة الآلات الوطرية اللازمة لعز سيمفونية خلود الحياة نحن نبني هذه السيمفونية مع كافة الخلائق وكافة المجتمعات وكافة الثقافة في بعض الأسئلة أننا حطيتها كده في الآخر ويأسئلة استنكرية ممكن أنتم كلكم تعترضوا عليها أو مجرد أن نحن نسألها هي الأسئلة دي بردك إما نطلع الهرم السادس أو الهرم السابع أو الهرم الخامس هل نستطيع أننا نعيش في كواكب أخرى بعد نكتشفها هل لو اكتشفنا كواكب فيها أصلاح الحياة هنستطيع أن نعيش ونتعايش في هذه الكواكب هذا أول سؤال نسألها هل ستكون الأجياء القادمة التي في وقه الأراضي هذه الكواكب للتانية قادرة على بناء النهاضات جديدة في الكواكب الأخرى وتشفيد حضرات مدعا لابد أن نخرج ونفكر في كل اللي حوالين هل سنستطيع التعرف على الخلايق الأخرى الساكنة لهذه الكواكب وتمكن من التعايش معها داخل مجتمعاتها أو ننشئ مجتمعات معهم سويا سؤال آخر غريب هل سنستطيع التزاوج من أبناء هذه الكواكب الله أعلم هل سنستطيع في الخالق سبحانه وتعالى لنا ولو جز يسير من علم لدنيه الأزلي كل هذه الأشياء إحنا بنقولها زي لما ننتقل بالعلم والمعرفة والتجربة التطبيقية المدنية من الهرم الثاني السادس أو السابق نفضل نسأل نفسنا هذه الأسئلة في بناء المجتمع على الأرض أو اكتشاف المجتمعات في الكواكب والمجرات الأخرى بعد كده كل هذه الأسئلة الغريبة وغيرها هي تحديات قد لا تكون حقائق وأن كانت تبدو خيالية وعلمية وقعية خاصة يعني أنت واحد يجي يقولك يا عم احنا مش عارفين نأكل السوريين وانت بتكلمنا على الكواكب الأخر يا عم احنا مش عارفين نأكل فيه فيه مجاعة في اليمن وفيه مجاعة في أفغانستان وفيه مجاعة في الصومان وانت جاي تقول لنا كواكب ومش كواكب انت البردمة بتاعة مخك فلتت ولا ايه لابد ناس تتخصص في تخصيات مختلفة لكتتكامل الرؤى فلولا نفرع من كل فرقة من طائفة لاتفقها في الدين يعني فيه كل فرقة طائفة كلها تخصص معينة ده مش معنى كده ان احنا هنعمل كل دي اشياء لكن انا بتكلم في الموضوع ده عن ايه عن كيف نرى المجتمعات التي نعمل فيها من الداخل بمكوناتها اللي احنا مش عارفينها حتى مجتمعات الارضية اللي احنا مش عارفينها في الوقت اللي احنا بنجد المؤسسات او الدول الغربية تكتشف المجتمعات الموجودة في العالم الخارجي وده اصبحت حقيقة مش مجرد خيال فانطلبنا العولة فنزمن علينا ان ننكل او نمل او نتعب او نيأس او نحمط على الاطلاق فان العولة الذي نسعى الوصول ليه هو العولة المجتمعي قايم عليه على العولة الايماني القيمي الاخلاقي وليس المجد الشخصي والمنفعة الفردية والمكسب السريع اعتقد يكان اخر الشريحة وانا بشكركم وانا خدت من وقتكم كام يعني خمسة وخمسين دقيقة دقيقة فاتوقف واتمنى ان الاسئلة بتاعتكم تكون يعني رحيمة بي نعم دكتور جزاك الله خير على هذه المحاضرة الرائعة صراحة وهذا الاسلوب المميز الان لو احد من الاخو المشاركين والاخوات يعني عند سؤال يتصدر في اخزان تقول ليس الطريق لمن صدق انما الطريق لمن صدق صح جزاك الله خير تحية هلو ايوة دكتور معاك لو لو اي حد عنده تعليق او حاجة ما فيش مشكلة يعني انا لا اريد ان كلنا متحدث الوحيد يعني اكيد اكيد لو اي احد عنده استقصار او تعليق او سؤال يتفضل برفع اليد لو ما احد شارك ممكن نخلي الاسئلة يعني هما يراجعوا الشرائح مرة اخرى ونخلي الاسئلة لبداية المحاضرة القادمة باذن الله طيب يا دكتور نأجل اسئلة ان شاء الله طالما انتهيت الان اجل اسئلة ان شاء الله بداية المحاضرة يا اخ محمود يعني يكتب نحتاج صدق النواية ومحاسبة الضمائر وليس الاجندات والفلاشات والمصالح الضيقة جزاكم الله خير الاخ تفاطمة تقول المحاضرة كانت واضحة وممتعة جزاكم الله خيرك الان في اخ زكريا اعتقد تفضل اخ زكريا لو فتحت المايك من عندك جزاكم الله خيرك اللحظة موسيقى اللحظة الآن أخذ زكريا أفتح المايك من عندك نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لك دكتور على المحاضرة القيمة في عندي تعقيد صدق أنا معك في كتير أمور حضرتك ذكرتها وخاصة بالنسبة للأهرامات اللي حضرتك وضعتها وأنه فعلا نحن لازلنا في الهرم الأول انفعالي ولسنا كما يجب أن نكون لكن أنا ماني معك أنه لازلنا أنه في طور الماضي نعم في عنا ذكريات جميلة عن الماضي نحن نستفيد من من العبر والقصص والنجاحات اللي سمعناها وعشنا قصم منها من خلال الأزمة في سوريا وأتبدأت الثورة السورية أنا من سوريا محامي أهلا بك فكان عنا تجارب عديدة بدأنا في العمل الإغاثي من أول ما بدأ التحجير من أول ما بدأ الدمار من أول ما بدأ الفقدان مؤسسات الدولة فطلع يعني كاهلة علينا اللي بقي في المناطق اللي ما بقي فيها مؤسسات الدولة أنه تسكر الفراغ فأنا وجدت نمازج نمازج فعلا رائعة بظل غياب الدولة وجدت أنه أغلب الناس بشكل صحيء انفعالي صحيء بشكل عفوي غير منظم كما يجب لأن أكثر الناس يعني غايب عنها الخبرة والمعرفة أنا محامي اشتغلت في الطحين وبالخبز وبالعدس وبالأمور التانية لأجل سكر الأمور الغذائية في وقت أنه ما في حاجة لقانون كثير من الأطباء اشتغلوا صحيء في مهنتهم لكن اشتغلوا بشيء بره مهنتهم كثير معنى من المهندسين والمدرسين ومن التجار ومن العمال عملوا أعمال هي بالأساس ما هي من صنعتهم وبالتالي ما عندهم أي خبرة في هالموضوع ومع ذلك شكلنا وقت النوعا ما استقرت الأمور لفترة بسيطة شكلنا مجالس محلية شكلنا منظمات وجمعيات إغاثية عملنا مع بعض شبه ترابطات شكلنا محاكم ودور تحكيم على على فترة معينة لكن الأمر يعني القصد أنه نظرنا للوضع الحالي ولمستقبل الحالي اللي عايشين فيها واشتغلنا صحيح بظرف استثنائي والفقه الممكن متل ما بيقولوا لكن كان فيه فعلا يعني نجاحات في بعض المشاريع للأسف الأمر كان أكبر مننا أكبر من طموحاتنا ما لأنه نحن أكبر مننا في دول عم يشتغل علينا صارنا نحن مسرح في عقد وأفكار وهو أنا بشوف الإنسان نفسه وفكرة الإنسان هو الأهم يعني لو راحت البلاد لو تشردنا لو نزحنا لكن يبقى الإنسان هو مبني على الصح الفكر واعي تهدم كله في قوة دولية عسكرية تدمرت كتير من المشاريع الصارت تدمرت بلاد تنظمت وتأسست كدول أنا دخلت على كتير مشاريع فعلا بتحس عليك داخل على مؤسسة من مؤسسات الدولة لكن للأسف كله تحطم بالقوة العسكرية وتحطم بإرادة الدول أو الإرادة السياسية فنحن لا يكفي أنه نكون على مستوى لا يكفي أنه يكون عنا خبرة فقط نحن بحاجة مع الخبرة والمعرفة والتكاتف التلاحم أو التماسك المجتمعي والقوة اللي بدأت تدعم الأمر جزاكم الله خير لا لا أولا أنا ما بقولش أن ما نتعلمش من الماضي بعكس بس ما نعيش في الماضي نعم يعني إحنا نتعلم الماضي أكيد إزاي مثلا بنية الدولة اللي هي العثمانية من بعض القبائل اللي مشوا على رجليهم مع الحمير والحصنة اللي جون من الصين من منطقة البعيدة في أخص الشرق دي بدأ يؤسسوا دولة نتعلم منهم لكن هم عملوا مجد أنا بأتكلم عن نفسي أنا عايز أعمل حاجة ثانية بالنسبة للقضية السورية يعني لو أنا بأتكلم بالمنطقة الحياة دي أنا دايما أطري على إنجازات القضية السورية فيذلك أنا بأتكلم عن إيه أنا بأتكلم عن التحديين الكبار التحدي الأول إن فيه مجموعة من الناس مش عايزة تخرج من العمل التقليدي معتقدش دول غالبية المجتمع السوري اللي واجه هذه الجائحة الإنسانية الأمر التاني زي ما أنا قلت لحضرتك في الكلام اللي هو مساحة الحريات المدنية اللي موجودة اللي غير مسموح بها لمجتمعات كتير جدا 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 وخاصة حاليا المجتمع السوري كما ذكرت بالزبط للمجتمع السوري سواء كان في الداخل السوري أنجز وأعجز أو في الخارج السوري خاصة في تركيا أنجز وأعجز في الداخل السوري فترة في مهايات كان فيه مساحة من الحريات ضيق عليها الآن زي ما أنت عارف أكثر مني وفي الخارج السوري خاصة في تركيا ما زال مساحة موجودة لذلك فيه بعض الجمعيات يعني أنا مثلا لما تقول مثلا انتحاد المنظمات العمل المجتمع المدنية السورية تعال في السنة كم بس نسيت اسم حضرتك يعني 2012 يعني كان فيه ناس في 2012 قاعدين في اسطنبول بيفكروا يعملوا اتحاد المؤسسات المجتمع المدني 2014 عملوا منبر 2021 الأسبوعين اللي فاتوا عملوا منبر تاني وعاملوا في 2020 عملوا حاجز مع ربطة الشبكات ففيه مجتمع ليه لأن فيه ده اللي نبكلم عنه من الأول فيه المساحة الحريات التي أعطيت لهم في المكان اللي هم موجودين فيه ده مش موجود في الدول الأخرى المجاورة اللي هي لم تعطيهم نفس المساحة اللي حصلوا عليها في تركيا لا بالعكس قضية السورية احنا بنتحدث عن إنجازاتها ونتحدث عن المؤامرة على القضية السورية وعلى الشعب السوري كبيرة مش مجرد يعني لا يعني ومعروفة جدا وحتى بالنسبة اليمن ده لا يردون لليمن أن يستقر سواء كجمعيات أو كمجتمع أو إلى آخر فلما ننظر للرؤية الكبيرة جدا جدا دي فهنجد إن إحنا تحقق فينا تواجد اللي هو ايه أخي الفاضل الشخص اللي هو الشخص الحرج بالإنجليزي بنسميه اللي بيتحول إلى كتلة حرجة في الغرب في كتلة حرجة كتيرة جدا لأن مساحة حرارات متواجدة تسمع للشخص الحرج اللي زي حضرتك وزي فلان وزي فلان وزي فلان ومجتمعه عشان يعملوا حاجة يعدلوا بيها مصار الحكام بتاعته يعملوا بناء مجتمع جديد أما اللي أنت بتتكلم عنه في الداخل السوري وبرة ده ده بعض الأفراد جزام الله خيال عملوا هذه الأشياء في ظل وجود الشيء البسيط من الحريات اللي كانت متواجدة في الداخل السوري والآن هي متواجدة في القطر التوركي فأنا موافق معاك 100% وأنا بقول لي السبب يا مثلا أنا كان زمان شاب يقول لي أنا عندك تجي تتكلم معنا عن حاجات روحانيات والترم أنا أنا مش مش هكون مخدر خلاص بطلنا التخدير ده أولنا تعالى نشتغل مع بعض الشيء إزاي وفعل أما أجلكوا عشان تكون مخدر أو منصف لا مش هينفع دي لأن في الوقت اللي الأمة زي ما أنت تشايف فيها كده والعالم زي ما أنت شايف وكده في كل مكان في العالم ما ينفعش هينخدر الناس بالماضي لأنهم أتعلموا من الماضي عشان نعيش في واقع الحاضر الأليم فنبني من خلال المستخدم فجزاكم الله خير أنا متفق معاك يمكن أن أكون أخطعت أو الحنت في كلام أنك تبقول جزاك الله خير دكتور ما الآن في الأخ حاتم تفضل أخ حاتم السلام عليكم يعطيك العافية دكتور هاني أهلا وسائل تشرفت من البقاء أنا في أسطنبول تقريبا قبل عشر أيام واليوم هيني بحضر لك المحاضرة الحمد لله السؤال لحضرتك يا دكتور أهلا وسائل لحضرت معظم العمل الإغاثي أو العمل الموجود في تركيا أو حتى الموزع المؤسسات الإغاثية مهتمة فقط بالجزء الإغاثي ما في حد مهتم في الجزء البنائي وإذا اهتم في الجزء البنائي أنه بناء الإنسان تركيزهم على تعليم قرآن دراسة إسلامية تحفيظ قرآن حتى للسيدات ما في مجال أنهم يطوروا المناهج الجديدة الموجود حاليا بدي أحفظه بس قرآن بدي أعلم وحديث طب أنا شو استفدت أنا بدي أحفظي قرآن جداد أنا ما بدي بدي يطلع يشتغل بعد هيك أنا هيك أنا بس مجرد عمل تلو أساسيات وبعد هيك شو استفدت من الجمعيات الخيرية هذه جاية تحفظني قرآن أنا مش محتاج أحفظ قرآن أنا محتاج أني أشتغل أتعلم أن خرط بسوق العمل أبني إلى شخصية ما ظلهم ركزة على تعلم قرآن إحفظ سمع كثير جمعيات حتى قابلت هنا في تركيا شغلها إما على القرآن إما على الإغاثي إما على هاي المواضيع مش على المواضيع الجديدة على تناسب الحاجة الجديدة للشباب للسوق الموجود فشو رأيك في هذا الكلام يا دكتور هو الكلام ده واقع قليل لاس فقط في تركيا لكن في العالم كله انتهى الصراحة يعني نرجع لعملية الهرم العاطفي العواطف بتجيب فلوس أنا قابلتك في الهوارشة اليمانية اليمانية مظبوط واتوصلت بحضرتك طبعا يا بارك فيك شكرا لك دكتور فما بنتكلم إحنا عن العاطفي العاطفي يعني معناها إيه أنا مش هتحرك للمجتمع قبل ما النساء تغتصق أنا مش هتحرك للمجتمع قبل ما البيوت تتضمر أنا مش هتحرك للمجتمع قبل ما يجي فايدان أو زلزال لما تحرك وده العالم كله كده غليباته كده يعني العالم ما زالت الآن لا تعرف الوقاية التي هي في الكثير من أحيان خرم من العلاج رحب برحاتك ده 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 السورية واليمنية المانح بتاعهم مانح عربي والأسف أولا أنا بمتاز صراحة أغلى مؤسسات السورية فقدت المانح السوري لأن الشعب السوري دلوقتي يعني غير قادة عن أن يعطي منح في ظل الظروف اللي هم عايشين فيها في الداخل فبتعتمد الجمعيات السورية على المانح الشرقي اللي هو مانح تقليدي عاطفي فبتمشي المؤسسات السورية واليمنية وفق رغبة المانح وده أمر تحدي آخر يعني احنا يعني من سنوات يعني كنا بنحاول أن نحن نؤثر على المانح عشان غير سقافة وقالك لا مش حديك حدي غيرك فبتضطر لذلك في بعض المانحين يا أخواننا اللي تسمعوا بيقولك أنا حديك فلوس من غير مصري في إدريا أنا كنت لست حتى مع أحد الشباب من أحد الجمعيات في غازع انتاب بيقولي في جمعية بتقول كذا 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 طول ما تاخدش منهم فلوس إن شاء الله ما خدت منهم فلوس بتعلموا مرة واحد يقولوا لا لأن ساعات المال يا أخي الفاضل يعمي صاحب المال وأنا بقولك أن المال اللي عند الرجل اللي غني ده أو عند المال نحن ده مش ماله ده ما هو مستخلف عليه على سن يعطيه لوسيلة اللي هي المؤسسة عشان توصله لصاحبه اللي هو الأرمالة واليتيم فهنا ما عندناش العمل الوقائي مش مؤمنين بالعمل البحثي مش مؤمنين بالمناصرة مش مؤمنين ببناء ببناء القدرات مش مؤمنين ببناء التحرفات كل هذه الأشياء تجعل الجامعات أقوى وأقوى وأقوى في التأثير على القرار السياسي لأي حكمه بس بطلب المثل أنه هو لما جات الجامعات السورية في يوم من الأيام من خمس سنين أو ست سنين قالوا أنه تمانين أو تسعين في المئة من مال أم المتحدة بيروح لدمشق ما بيجي لناش احنا وإحنا عندنا خمسة أو ستة مليون ستة مليون نازح في الداخل السوري في المنطقة بتاعة إدلب وحوالي أربعة أو خمسة مليون لاجئ في تركيا وفي أو أكثر من خمسة مليون في تركيا ولبنان والأردن أثرت على الأمم المتحدة لأنه كان في عشرات المؤسسات مضي على الورقة دي كلها هو الإيمان بالتكتل الإيمان بالشراكة الإيمان بوحدة الرؤية عشان الضغط على القرار السياسي لأي لما حصل المؤتمر اللي حصل بتاع النوم حيقفر الحدود لو حصل من كم شهر ده واكتمعت الجمعيات وعملت مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج يعني استطاعوا بفضل الله سبحانه وتعالى وبعض الجهود ومشاركات مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية النوم يعني زي ما تقول يتأجل القرار شوية بمتد من ستة شهر لسنة فأنت في القضية السورية وغيرها أنت مش بتكلم عن جمعية بتكلم عن دول دول صاحبة قرار دول صاحبة حق النقد في مجلس الأمن دول عندها امكانيات وعندها رؤى دول عندها تاريخ وثقافة دول عندها عداوة لمجتمعات فبالتالي بتيجي الجمعية بتتكلم عنها دي بما مضطرة أنها تقبل المنح من بعض المتبرعين التقليدين علشان تنفذها علشان تمشي أمورها لكن هي غير رادية على الأداء وحتى كتير جدا من المنح بتاعت الجمعية بتاعت السوق الأوروبية المشتركة واللي هو الأمم المتحدة هي منح إغاثية ولذلك أنت مش قادر تبني الحلم إلا لما يكون عندك مالك الخاص فمثلا أضرب لك المثل مؤسسة الإغاثة الإسلامية اللي بتكلم عنها أخونا اللي قدمني عندها أربعة مليون مسلم في بريطانيا ده يعتبر عصب المال بتاعها غلاف الدخل اللي بيجير من الحكومات المؤسسات الدولية ففي جزء من القرار السياسي تتحكم فيها المؤسسة من خلال المال اللي بتجمعهم من المحتبرعين البريطانيين المسلمين أو في أمريكا أو في كندا أو في سويسرا أو في فرنسا أو في بلجيك أو في ولندا التلام ده مش مجل عندك لشان بس من قائمين على الجامعيات السورية وهم يعني يعانوا الأمرين من الكلام اللي انت بتقول وموافع جدا في كل اللي انت قلته جزاكم الله خير دكتورنا في الأخت زينب تقول لازم أبني الشخص من الناحية الدينية والمهارية مثلا تأهيل الشخص لمدة سنة مهاريا وخلال هذه السنة نعمل محاضرات بدروس تكوية ويحفظ القرآن لا يوجد تعارض يعني هدف من الشات ما فيش مشكلة طبعا يعني اتفق معها واختنا بلحضر بس أهم شيء في بناء الشخص يا أخت زينب اللي هو القدوة الحسنة بمعنى إيه بمعنى احنا تعلمنا زمان انها متعلم على ايد شيخ الشيخ مش معنا يكون شيخ دين لا شيخ في المهنة بتاعته تعالي مع ايد قصطة او انا كنت صبي فبتعلم المهنة من هذا الشخص زائد القيم اللي بتتكلم عن الأخت زينب زائد الثقافة زائد زائد الحاجات دي كلها فما فيش اي تعارض ابدا ما بين المهنية الحرفية والقيامية والثقافة والتاريخ انا كنت في اجتماع وده بضرب المسأل ده في دافوس يمكن في 2006 2007 كان في رئيس دولة معينة دون ذكر اسمها عشان ما نعملش مشاكل تعرفوا قالينا ايه في الجلسة دي سيبوكم من التاريخ ده بيقسم الشعوب والدول والدول وكذا 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 تعرفوا ليه ان هو التاريخ بتاعه هو وبتاع بلده وبتاع كذا وكذا تاريخ ياسود فوش اي نقطة ساطعة ففي ناس بلا تقولك انسى التاريخ التاريخ هيقسمنا طيب مانا زي ما اخونا المحامي يتكلم استفيد من التاريخ استفيد ازاي الناس اللي جمع عاشوا في ظل الدولة السلجوقية من الشرق او الدولة العباسية من الشرق او الدولة الاندلسية من الغرب وتعلموا وعاشوا مسيحيين ويهود وماتوا مسيحيين ويهود لا تنسى من التعايش والتعدد والابداع الثقافي تعلم من التاريخ تمكين المجتمعات المحلية في بناء الدولة بتاعتهم لا يبقاش العملية فوقية يبقى العرب اللي فتحوا الاندلس كل شيء لهم لا الاندلسيين نفسهم مع قلة العرب اللي عندهم هم اللي بنوا الدولة فالاصل في بناء الدولة الاندلسية كان الاندلسية ابناء الوطن نفسهم مش الناس اللي جم من الشرق فانا معاك يا اخت زينب جزاك الله خير جزاك الله خير الان الاستاذ سليم تفضل من عندك لو فتحت المايك تفضل السلام عليكم ورحمة الله انا ابنك سليم نحن من مسلمين بورما لا اهلا نفسهم روح اه نعم اه نعم الله يكرمك صراحة ممكن قضيتنا غريبة شوية وما هي منسية وحتى انا قاعد اراقب الدكتور هل يذكر الروهنجا كمثال يذكر افغانستان و يعني الدول كثيرة صوما لكن فعلا القضية هذه قضية منسية انا والله مداخلة هي فقط يعني تعزيزا لكلامك يعني فعلا نحن قبل خمس سنوات دكتور يعني نحن الروهنجا مشاكلهم كثيرة يعني والمقام ما يسمح اننا نذكر لكن يعني نحن نفتقد لمنظمات المجتمع المدني استطيعنا نقول انه يعني منظمات المجتمع المدني معدومة عندنا يعني فقبل خمس سبع سنوات نحن وضعنا مزري في كل دول المهجر فما كان عندنا حتى مؤسسة واحدة يعني فقد ايش كنا نعاني يعني لكن الحمد لله زي ما قلت يعني واجهنا التحديات هذه والحمد لله الآن وصلنا يعني كل يوم يعني نواجه مشكلة ونجد لها حال يعني الآن أتينا تركيا مثلا أسسنا منظمة ثم بدنا نسجل في بعض الدول ثم نواجه مشاكل تحديات كبيرة في دول اللجوء اللي فيها الروهينجا يعني مثلا دول مثل بنغلاديش والهند هذه فيها تحديات كبيرة جدا يعني من أبرزها أنه أقلا هذه الدول غير مرحبة أصلا بالروهينجا وأصلا تفرق يعني هناك منع للمؤسسات المحلية بعدم استقبال أي مشروع أصلا للروهينجا التحديات كثيرة دكتور مثل ما ذكرت لكن مع هذا يعني أيضا نجد الحلول سبحان الله يعني بطرق وأساليب كثيرة أنا مداخلتي فقط أنه فعلا يعني التحديات يعني بتزيد يوم بعد يوم هناك قوانين جديدة وتفرض على المنظمات مع هذا المطلوب مننا أننا نوجد الحلول يعني وأيضا نحاول خلينا نقول أنه عصر العمل هذا عموما أنه نكون تقليدين طبعا أنا بعتذر لحضرتك وأبشر حضرتك أما الاعتذار أننا الروهينجا بالنسبة لي قضية أنا تعرفت عليها منذ أكثر من 30 سنة يعني من الأيام المدبحة اللي حصلت في 1992 كان في مقالة عن واحدة اسمها زهرة بيغم اللي دخلوا اقتصبوها وأتلوا زوجها وعلقوه على شجرة ودبحوه وأطعوا الأعضاء التنسلية بتاعته وعطوها في في فمي دي كان مقالة مكتوبة في الڭاردين في نفس الوقت نفس الوقت تعقلية البوصنة في 1992 فقضية الروهينجا بالنسبة لي قضية منسية اللي بشارك بي إن أنا هي معي على طول لأنه ما فيش مرة بدعه نفسي لو ربنا أكرمني يعني إلا أكون الروهينجا وليوغور وفلسطين ووسط أفريقيا وباقي القضايا المنسية زي أريتريا حتى اللي هو قضية الكونغو المسلوبة المقهورة القريعة مش مسلمين في الكونغو خلي بالك لكن أنا شايف قضيةهم قضية متحبة قضية كشمير قضية المسلمين في الهند زي ما احنا شفناهم قضية المسلمين في السرلانكا إلى آخر فكل هذه الأشياء أنا بس بعتذر لحضرتك والآخرين ليلة أنا عشت ومازالت أعيش وأنا لكان آخر مرة كنت في بانجردش 2018 تقريبا أو حقا دي كده وروحت لكوكس بازار وعدنا وشفنا المخيمات اللي موجودة هناك ودي مش أول مرة بزورهم لكن بعتذر وهو بقولك على الملأ إذا كنتوا عايزين أعملكوا ورش عمل أو لقاءات عبر الزوم فممكن تاخد التليفون بتاعي من الأخوة والأخوات لو كانت الأخت هاجل بتسمع النهاردة ابعت لأخونا المنظم الحلقة دي التليفونك وهنا تواصل معاك لأن شوف يا أخ الفاضل ما فيش علم سليم بسم الله ما شاء الله ما فيش علم حكرة على شخص ما فيش تقربة وخبرة حكرة على شخص أبلك فإذا كنت نحن تولدنا قابلك 30 سنة أو 40 سنة فمن العدل إن إحنا نقولك إحنا شفنا إيه قبل أنت ما تولد إيش نقولك إحنا علماء ما فيش حد فينا عالم زي ما الناس بتفكر كده إنه عالم وفقيه وكده إنجليزي برضك بقى فيكلم إنجليزي الحمد لله بفضل الله لكن أعلم جيدا إن القضايا دي أنا مش نسيها العكس أنا بكلم فيها كفرض يعني بعد متركة العمل المؤسسي كبير لكن قضايا الإنسانية في العالم كتيرة جدا متسع الخرق على الراقع المؤسسات شايفين البلاوي اللي حصلة في أفغانستان وحصلة في فلسطين وحصلة في اليمن وحصلة في لبنان وحصلة في سوريا يعني الجماعيات يعني مش حاولك مستضعفة خلاص بي حاولوا لكن الذي يسأل عن كل هذه القضايا يا أخ سليم هي الدول أسف نعم الدول وبس مش عين تخش في السياسة وأنا خد دمك في أي وقت الله يكريم وأنا أعني هذا الله يزاك خير إن شاء الله توضع شكرا على الاتصال جزاكم الله خير دكتور ما تقريبا كان آخر سؤال آآ مع آآ الأستاذ سليم آآ يعني الآن نعم آخر سؤال هذا كان مع الأستاذ سليم جزاكم الله خير دكتور ما وعلى أمل اللقاء إن شاء الله في المحاضرة القادمة يوم الخميس بإذن الله عز وجل صراحة محاضرة قيمة وأسلوب رائع نسأل الله أن يعني يثبتكم ويزيدكم علما وقدرا يا رب العالمين آمين آآ جزاكم الله خير وربنا يكرمك إن شاء الله وإحنا خدمينك في أي وقت الله بارك يرفع قدرك يا دكتور دنيا أنا بس عايز أختم آآ بكلمة يا أخوانا أما نخلش في العمل الخيري نعرف إن ليه فلسفات وثقافات وقيم وأخلاقيات وسياسات وقوانين لابد إحنا لنصنعها لابد خلاص كل وقت إن إحنا لابد نصنع هذه السياسات إحنا مش أقل من الآخرين فذلك أنا بتكلم في الأشياء اللي هي لا يغرد فيها الكثير من الناس لأنها بتجيلي فلسفة مستوردة ثقافة مستوردة فكر مستوردة قيم مستوردة أخلاقيات مستوردة مفروض علي ليه لأنها بعملش أبحاث ما بعدش عشان نعمل نقاشات وغيرت عمل فذلك الرسالة بس الأخ المسؤول للجلسة اسمه إياه عشان بس تفتكر اسمك وذلعك كده شوية رجائي رجائي أو أنت رجائي القادي يعني هو رجائي وقادي في نفس الوقت نعم والله هيكرمك بش فلنا قضيتي الآن قضية صناعة فلسفة وصناعة قيم وصناعة فكر أخبرك لأنه نحن بننسى بننسى أن بتغير قيامنا وفلسفاتنا وتاريخنا وكذا بالقيم اللي بتجيلنا مستوردة فذلك أنا بتكلم فيه أخرا جاي وإحنا أخذ منكم والله يرفع قدرك دكتور دونيا وآخرة نسى الله دائما جميعا كلنا مع بعض إن شاء الله اللهم آمين في عمال الله دكتور شكرا ملتقى إن شاء الله المحاضرة القادمة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله إزاكم الله خير عليكم السلام الله السلام عليكم السلام عليكم